أسألكو عن مشاركتكو طبعاً الأخيرة في البطولة الأفريقية يعني كانت عاملة ازاي استعدتو زي للبطولة نبدأ معاك يا طهد فضل والله احنا كان عندنا دايماً أي بطولة سواء بطولة دولية أو بطولة للاقطة العالم أو دورة عالمي نستعد قبلها في فترة ممكن تقريباً من مدة شهر بيكون لها معسكرات مغلقة كتير تقريباً احنا بنخرجش من المعسكر في اليوم أو يومين يضم بالريح فيهم ومع كيف نرجع معسكر تاني بتمرق في اليوم ثلاث تبارين على حسب البروجرام بتاع الكابتن والدكتور كمان بتفقين عليه موسكرات طبعاً بتبقاش عارفين نكلم أهلينا مش عارفين نعمل أي حاجة خالص رحلة بتتمرد وبنستعد للبطولة وطبعاً بس انتم متعودين بقى خلاصوا مع الأهالي متعودين على مسألة انه ما فيش تواصل وانه احنا في البطولة واحنا في معسكر مغلق فخلاص احنا بالنسبة لدي مهمة رسمية يعني بنمثل مصر فيها ومش عارفين احنا نسافر بطولة زي بطولة أفريقيا او بطولة عالم ما نجيبش فيها نتائج لانه احنا يعني معروفين ان ابطال مصر كلهم هم مقصود العالم وانه لسه محققين من السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها اللي احنا الاول على العالم كله في كل المراحل فمعضكتش ان بطولة زي دي يعني هنقدر ان احنا نجيب فيها تاني حتى على النسبة لنا تبقى خصارة فالحمد الله استعلينا الى الها كويس وجبنا نتائج الحاجة الشفتي